موسيقى وجه الرئيس السابق ندى للنت في رئاسيات 2004 أطلق في 2014 وصف تأثير القوى غير الدستورية على المحيط الرئاسي والقرار السياسي اليوم يخض المعترك الرئاسي لثالث مرة ومتسلحا بحلول استعجالية للأزمة في البلاد المترشح للرئاسيات تسيد علي بن فليس غيف رواق السياسي أهلا بك سيد علي بن فليس وشكرا لك على تلبية الدعوة المسهلا تحية لك وتحية للمشاهدين ومشاهدات ومستمعين ومستمعات شكرا لك أولا نبدأ سيد علي بن فليس بالمناظرة التي أقيمت ونظمت من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما تقييمك للمناظرة التليفزيونية كأول مرة في التاريخ السياسي للبلاد أنا نقول باللي هذا جديد جديد أعتبره إضافة كبيرة للجزائر بطبيعة الحال الآرعى تختلف من واحد إلى واحد لكن لأول مرة يشاهد المشاهدون الجزائريون واحد الأجانب مشهدا يبين بأن الجزائر قادر على أشياء كثيرة جميلة فيه لي علاق يقول ربما كائن أحسن منها بطبيعة الحال كائن أحسن منها لكن هذا جديد وأنا أثمنه وأحيي السلطة الوطنية التي بادرت بهذا الشيء تطبيق بطبيعة الحال القانون الأساسي انتاحها وأعطت لنا للمناظرة فرصة الحديثي للشعب الجزائري مرة أخرى وليرى الشعب الجزائري كل مطرشي حين انتعوا في هذه الحملة انتخابية وأنا كنت من أسعدي الناس فيها ورحبت بها من أول يوم ولم أتحفظ عليها الإطلاق بل أعتبرتها وأعتبرها ثراء لمشهدنا ولي حسن ربما لتغيير نعم نعم طيب لو انتخب سيد علي بفليس رئيسا هل سيعجل من أسلوب المناظرة في تلفزيونية كتقليد سياسي؟ سأعجل بهذا وأعجل بأشياء كثيرة بالنسبة للإعلام أنا ما قانون الإعلام يحرر الإعلام ويعطيه المكانة والأقدر اللازم لما يقدم هذا القطاع ومن أشياء ثمينة الحرية للإعلام هي حرية التابير حرية الإعلام لمدى أن نمكنها بما يخدم الإعلام الوصول إلى مصادر المعلومة حماية المعلومة حماية الصحافي عدم تجريم العام الإعلامي وعالم الصحافي وقوانين أخرى تتبع قبل الإعلام قانون الإشار قانون صبر الأراء مفصل سيد علي بن فليس في هذه القوانين في الشقة الخاص بالإعلام نبدأ الآن مباشرة من المسجدات على الساحة الوطنية سيد علي بن فليس كيف يعلق عن موقف الحراك الرافض لقائمة المترشحين الخمسة؟ من مبادئ السيادة الشعبية أننا نحترم ما يقوله المواطنون إلى آخرين شخصيا بدأت حراكي في 2003 الذي يكون شيء جديد وحراكة والثورة الشعبية 22 فبراير حررتنا وحررتكم وحررت الجميع جزء من الشعب الجزائري رافل للانتخابات وجزء آخر قابل للانتخابات أنا أحترم من يقاطع لأن المقاطعة حق دستوري حق لصيق بالمواطنة والمشاركة أيضا حق لصيق بها طبعا أنا من المشاركين لا للعمالي في شيء أنا مشارك ومترشح أكثر من مشارك فقط لما أرى في نفسي أنني أتقدم بالنسبة للشعب الجزائري بمشروع وهذا ليس جديد في 2004 أو 2014 مقاومة لتكريس قناعاتي إلى خيره إلى خيره من يرفض هذا من حقه ومن يشارك هذا من حقه القضية ليس متروحة غير المشاركة ومقاطعة متروحة ليس مطالب الحراكة ولا مطالب ثورة الشعبية سيادة شعبية مواطنة حقيقية تلبية مطالب الشباب تلبية مطالب الكهول تلبية مطالب المرضى تلبية مطالب القضاء تلبية مطالب التنمية الوطنية تلبية الذين يريدون سياسة خارجية حق للجزائر ديبلوماسية تشري في الجزائر حرياً تعد دول الجزائرية ووصل دول الجزائرية إلى العلا هذه هي مطالب الحركة الشامية وأنا آتي وأتيت بالأجوبة لكل هذه التساولات وكل هذه الأسئلة ليس منذ ببداية الحمل الانتخابية مولا منذ 2004 النظام الجباروتي والفرعوني والتسلطي إذا قاومته في شد قوته والآن أقترح للشعب الجزائري ما يحل مشاكلها السيد علي بن فليس أشرت إلى أن النظام السابق ربما هناك أيضاً من يعتبر أن فيه أزمة ثقة خلفها نظام السابق يعني لا توجد ثقة مطلقة بين الشعب وكل ما يتعلق بالنظام كيف يقنع السيد علي بن فليس الرافضين للمسار الانتخابي أن الانتخاب هو الحل في الظرف الراهن ما تقولين هو الأخد نجية هذا صحيح نعم فيه قطيعة بين الطبقة السياسية والشعب فيها رفض الشعب للأحزاب والطبقة السياسية هذا سببه ضمار الضمار الضمار شامل الضمار شامل الذي قام به النظام الفاسد كيف نبدأ في ملف بداية بناء شرعي لا يوجد حل آخر غير الرئاسيات حل آخر غير الانتخابات أنا لو يلومني أحد وحدثها لعين بعضهم علاش تروح للرئاسيات قلت أنا لم أتوجه لم أتوجه للسلطة القائمة المرفوضة من طرف شعب والسلطة السياسية أقول للمطالبة بتعيني في مسؤولية معينة بمرسوم الرئاسي أنا ذاهب وذهبت للشعب الجزائري في عمقه في جنوبه في شماله في شرقه في غربه لماذا؟ لاقتراح عليه برنامج يلبي كل طلبات ثورة شعبية إن رضي الشعب بمقتراحي فله هذا بدفع بي إلى مكان الرئاسة لأكون خادم للشعب والسيد في مفهومي بعد الله يا رب العالمين هو دائما الشعب الجزائري وبتالي بنا أثقة نذهب للرئاسيات ويعطي الشعب لي من نوريد وإن اختارني الشعب الجزائري سأجسد حرفيا وفي كل تفاصيله البرنامج الذي اخترحته على الشعب الجزائري وينقسمه بعناوين فقط ثلاثة أقسام أنا لما كتبت البرنامج وكتبته بيدي قلت هل من الممكن إصلاح كل شيء في السياسة في الاقتصاد في الاجتماعي في سنوات قليلة قلت ليس بالممكن وبالتالي لدي من تجربة ولدي من القناعة ولدي من دراية ما يكفيني للوصول إلى عرض هذا الحل ما هو الاستعجال السياسي ما هو الاستعجال الاقتصادي ما هو الاستعجال الاجتماعي نحقق الاستعجالات بهذه الاستعجالات المحققة حينما تتحقق نكون قد قاضينا وانهينا الأزمة في مستعجالاتها ويأتي فيما بعد الباقي لأن البناء تدرج البناء محطة ومن يقول أنه بإمكانه أن يحول لكل شيء في عشرة أيام وأن يجيب الشعب الجزائري حول كل مطالبه أنا آتي لحل كل المشاكل وفي وقت قصير أنا لست في هذا الموقع ولست في هذا التصور أنا صادق مع الشعب الجزائري صادق في أجمبتي معك الآن وأنت تسألين وأنا أجيب وبالتالي عهدت لاستعجال الوطني كلها كعهدات لاستعجال الوطني نقضي على ما يمكن القضاء عليه من الأشياء التي لا بد نبعدها ونبني النظام السياسي في مستعجلته والنظام الاقتصادي في مستعجلته والاجتماعي في مستعجلته هكذا أرى التصور طيب سيد علي بن فليس أنتم من المعارضة منذ سنة 2003 لكن هناك من لا زال يعتبركم أنكم من المحسوبين على نظام السابق وحتى ذهبوا إلى أنكم مرشح النظام كيف ترد شكرا على السؤال لأنه هو هي أنا حياتي سياسية كلها دامت ست سنين ونصف بالتقريب ويزارة العدل رئاسة الحكومة مدير الدوان في رئاسة الجمهورية كنت أحسبيت لقاء ست سنين نقول لي سبعة سنين ما ليش وأنا معارض منذ 2003 معناها منذ 16 و17 سنة لحب يقول أنت من نظام إذا كان خدمة الدولة الجزائرية أنا لا أنفي أنني كنت خادم لها كقاضي وكنائب وخادم كذلك في إطار الدولة الجزائرية كمحامي كنقم محمين وخادم لشعب الجزائري في دولته كوزير عدل مدة سنتين ونصف وخادم لشعب الجزائري كرئيس حكومة في حكومتين والكل دام قرابة ثلث سنوات بالنسبة لرئاسة الحكومة نعم إذا كان يحسبوا لي الخدمة التي خدمتها في الدولة ست سنين ونصف يفتش كشي مذرت مفسدات في العامل التاعي مستعد نجاوب عليها نعم إذا كان يحبوا ما يعترفوا ليش ب16 ألف المعارضة من حقهم من باب يحريد في تعبير ليس إلا نعم إذوك أنت في النظام مصيف عليك إنه كنت في النظام كنت النخدم تدولة الجزائرية ما جيت شديد خمسين لفقتار تاعة الجزائر وملكتها لنفسي والذي قرأوا في المدرسة الجزائرية زوجتي صيدالية رأي متقاعدة لما كنت رئيس حكومة كنت لازمت السكن في بيتي وما سكنت لا محمية ولا قصر من القصور تاعة الدولة إذوك إذا كان من بابي إلساقي التهمي بالجوري والزوري والظلمي أنت أنت عن النظام النظام فيه الصالح وفيه الطالح صنفوني كما تشاءون لكن 16 سنة معارضة 6 سنين ولا 60 سنة ونصف خدمة عمومية في مسؤوليات أنا ما عندي حتى فاضحة ولا حتى شي درته وبالتالي يحكي النسان يحب يقول أنت في النظام أهلا وسهلا مع الرئيس متفلقة رجاني ومترشح وكنت مدير حملتي الانتخابية وكاتبت بنفسه البرنامج السياسي يتكلم عن فصل السلطات يتكلم عن حقوق النسان يتكلم عن المساواة بين الرجل والمرأة يتكون عن إصلاح اقتصادي حقيقي يتكلم عن عدلة مستقلة يتكلم عن حرية إعلام يتكلم عن ديبروماسية تعيد لجزائر هيبتها لما أحسست ورأيت بأم عينية أننا في بانطلاقا من الصيف 2003 ستذهب الجزائر إلى مالة أحمد عقبه اختلفت مع الرئيس ولم أقبل أن أمرر معه قانون البحر القتل ولم يقع تمريره في عهدي ومرر بعد ذهابي لما رفض استقلالية القضاء برفضه النصوص التي قدمتها كرئيس حكومة جدولتها في مجلس الوزراء ثم ترحيتها من مجلس الوزراء من الجدولة لكونه كما يقول أنا الآمر للقضاء لإصدار الأحكام القضائية كما يطيب لي وكما يحلول لي قلت هذا موش ممكن اختلفنا حول هذا وخلاف الثالث وهو الأساسي كذلك حول الحوكمة أو الحكامة كما تريدين يريد نظاما سياسي يرتكز على تجميع كل الصلاحيات هو رجل سلطة وانا رجل دولة أنا أدافع عن حرية المؤسسات هو يدافع عن الشخص صلاحة الحكم هكذا أقدم نفسي ولكي ولكل المتفرجين والمستمعين واسع النظر في تقييمي وتقديري ما أجبت به أمامك الآن طيب سيد علي بن فليس خلال تجمع بالوادي قلتم أن الانتخابات لن تكون مثالية لكنها مقبولة ما هي المعطيات التي تدفعك لقول هذا الكلام الانتخابات المثالية لابد من تأسيس وبناء لها يتطلب عدد من السنين نعم نحن كنا في نظام شمولي ديكتاتوري هيمنة رئاسية إلى آخره الانتخابات كانت تسير أفقي بالشمولية إدارة مؤسسات عمومية مال عام الحاكم يفعلوا بالانتخابات ما يشاء هكذا كانت والخص والعام ويعرفوا هذا وأنت تعرفوا ربما أكثر من غيرك هذا بحكم المهن اللي لك فيها والجزيرة تعيشوا أزمة والأزمة هذه جراء من أجلها اللي فك الصعاب فيها حوار بذل المحاورون ما بذلوا من مجهودات قيمة واسعة هائلة للوصول بالجزيرة للاستبدال قوانين بقوانين أخرى قانون السلطة قانون انتخابات الأساسيات موجودة التطبيق يتم منهار 12 إلى يومنا هذا نقول باللي شروط مقبولة تسمح بانتخابات مقبولة إن تكون مثالية ما الذي ينقص لتكون مثالية ينقص أولا دعم أكثر للسلطة للسلطة تنظم الانتخابات وقانون أوسع كذلك بالنسبة القانون الانتخابات ثم جو عام يسمح بشروط ظروف سياسية ظروف دستورية ظروف يعني دعهد وشتماع مضطرب يكون غير صادق لقلت رح تكون في شروط مثالية انتخاباتنا مش رح تكون كما تعمل لترا بصح مش رح تكون كما كانت في السابق وبالتالي بالتدرج سنصل إلى مخرج وإلى حل وأسأل نفسي أمام الشعب الجزائري هل بالإمكان إيجاد حل آخر غير رئاسية أنا قتنعت باللي بدون الذهاب إلى الرئاسيات إلى مخرج للجزائر وبالتالي في قرار نفسي خذتها القرار وهو تحمل مسؤولية ثقيلة من تحمل مسؤولية الحوار لهم الشكر لهم الفضل لأنهم قابلوا بمسؤولية صعبة ومن تحملوا أن يكونوا في السلطة المستقلة وهم كذلك من أوفيان الجزائر وهم كذلك من الذين ضحوا بأشياء كثيرة من أجل المساعدة على الذهاب إلى الرئاسيات ومن تحمل المسؤولية لذهاب الرئاسيات في هذه الظروف كذلك تحمل مسؤولية ثقيلة أنا أتكلم عن نفسي أعطي لي الجزائر إن مكنني الشعب السيد بذلك وإن قر الشعب الجزائري أن أكون خادما للشعب الجزائري ويبقى السيد دائم منه شعب إن أراد الشعب بيا أن أكون خادما سأحقق الطموحات تنتعي لي طموحات الشعب الجزائري لا غرض لي ولا حلم لي ولا طموح لي لا في ربح المال ولا في ربح المسؤوليات ولا الجه طموحي هو أن أرى الإعلام الجزائري في القمة العالية من المثالية ومن المصداقية ومن القدرات طموحي هو أن أرى الاقتصاد الجزائري كذلك اقتصاد حر يخلق الثروة يوفر المناخ على الأمال يعطي الإمكانيات يفتح المبادرات ويتم توزيع التعالي الثروة الوطنية بالعدل على الشعب الجزائري طموحي هو أن أرى الطبقات الاجتماعية في الجزائر منسجمة وقابلة وراضية بوضع اجتماعي واقتصادي وسياسي يحلو العيش فيه وهذا ما أتمنىه دأب التقليد السياسي في الجزائر على وجود مرشح الإجماع يعني ليس له غطاء سياسي معلن هل باشرتم اتصالات مع باقي الأحزاب لدعمكم في الاستحقاق الرئاسي هل كان لكم اتصال مع حزب معين ربما للإبقاء على هذا التقليد سوفي أنا بالنسبة لي كمعارض منذ الفيوم الثلاثة أنا شريك في مزافران أولى نعم شريك في مزافران ثانية نعم شريك في أرضية عم بنيان هذا تلقي سقف المطالب في هذه الوثائق الثلاث لما جاءت الرئاسية وقع اختلف من الطبقة السياسية فيه من يرى بلّ الرئاسيات هي الحل والحل الأوحد وأنا منها أولا فيه من يرى خلاف ذلك وأقدرهم كل التقدير وعلاقاتي لا زالت وستظل وستبقى طيبة مع الجميع لكن لما نقول بلّي ما كانش مخرج بدون الرئاسيات أنا عارف كذلك بأنا كشخصية وطنية مترجحة رئاسيات فيه من يشاركوني في الرأي بأن لا مخرجاتي إلا بالرئاسيات في خمسة والأصح ستة حزاب كانت في مزافران أعفوا أن كانت في عمليان نعم وساندتني وفيه كذلك بالمجتمع المدني كثر من الناس من الناس من المثقفين إلى خيره في التيارات سياسية كلها كأفراد وكشخصيات تساندني نقول لنا مورشح الإجماع أنا ما عنديش هذ الغرور ولله هذا التصور لكن فيه دعم من أحزاب معينة نعم فيه ستة أحزاب معروفة في الساحة طيب ماذا عن الأفلان سيد علي بن فليس هناك حديث على أنكم الأفلان أنا كنت أمين عام في الأفلان طبعا وأنا الفترة اللي مريت بها في الأفلان دعمت من 2001 حتى 2004 نعم في العهد انتعيكم مكنت أمين عام في الأفلان أنا شببت الأفلان وجعلت منه حزب يسير بديمقراطية داخلية وكم من مئات وكم من آلاف من الشباب المثقف من النساء ومن الرجال دفعت بهم بل دفعتهم إلى الترشوحي للبلدية إلى الترشوحي للمجالس الولئية إلى الترشوحي للبرلمان هؤلاء جلهم أو أغلبيا تعتمني في البيئة منهم مساندين إليا لكن هذا لا يعرف عند الرأي العام بحكم نظام مازال بأسليب قديمة هؤلاء يساردونني لماذا؟ وهم كلهم أفلانيون الآن ردا للجميل؟ ردا للجميل ويعترافا بشيء مؤمنين بما يرون فيه أنني صادق معهم نعم ويعرفونني أني لا طموح لي ما عنديش طموح أنت على الغرور ما عنديش الطموح أنت أكسب شيء نعم ما أتمنىه وما أسعى من أجله هو أن ينال الشباب الجزائري في كل المواقع التي يوجدوا فيها وهو شباب هائل له من القدرات ما تبجدش في الماضي وبالتالي كي تقول اللي ما هو وضع لا فلا لا فلا يتخبطوا في مشاكله الداخلية لكن قواعده تحدثت هنا عن دعم الأفلان لكم يعني فيه حديث أن الأفلان يدعمكم رسميا أنا لم أطلب دعم رسمي من الأفلان على التلاق وهم لم يعلنوا دعمهم لكم ما إلى الآن ما كانش دعم ما أفسد ما أفسدهم لكن أنا أعرف أن الأفلان فيه ما يوجده في عدد من الأحزاب فيه قاعدة نقية نظيفة واسعة تتمنى الجريد بالنسبة للأفلان وفيه من أفسد الأفلان وأضر به هي شعبيا موطنيا أمام الناس نعم أنا ما أطلبش دعم هذا لكن أعرف في قناعاتي أنني مدعوب أنا درت 36 ولايال نعم وال37 هي اليوم نعم والوليات اللي مشيت ليهم أنا والوقاعات اللي كنت فيهم مليئة بالأفلانيين الحقيقية وأنا سعيد ومرتح البال في هذا الشمس ساعدة كبيرة ومطمئنة مئنة كبيرة نعم أعبر سيد علي بن فليس نزيد كلمة بلك تفضل طبعا مني طالب بتلحية الأفلان والله بيوضعي هي في الميزي أنا لا وشاطئ له في الرأي لماذا لي طالب بهذه ما يمنش بالديموقراطية أنا نقول باللي الديموقراطية تأتي من سيادة الشعب إن أراد الشعب بقاء لي والحزب اللي ينقود فيه أو لحزب ما ولو كان الأفلان لكن بغى الإبقاء والبقاء يرضي حكم الشعب في الانتخابات الشعب يخرب الشعب ربما سيد علي بن فليس هنا لا أدافع عن أحد ولكن ربما من يطالب بهذا الشيء كما ذكرنا قبل قليل هو الارتباط لبعض الأحزاب السياسية ربما بالنظام السابق هي فقط أزمة ثقة وفجوة كبيرة بين الشعب والطبقة السياسية كالكلف أنا لا ألم أحد حتى المطالبين بهذا من باب حرية التعبير لا هم أن يطلبوه أنا قلت إذا كاننا ديمقراطية بنتهي ديمقراطية من هو السيد في الديمقراطية هو الشعب طبعا قال الأفلان ولا أي حزب حتى الحزب لا نفع هنا يا قال لي اسم الحزب هذي تنحى ليحكم واش يقولها واحد والله يقولها عشر ولا يقولها ميا يعطيها الشعب إذا أراد خيرا وأراد إبقاء على هذا الحزب الشعب يعطي له في البرلمان ويعطي له في مزالة وليل وإذا أراد إنها رسالة حزب الماء ما يحطيه شوية ينتهي بدون ضجيجه بدون منخبطه الطابل طبعا سيد علي بن فليس عبرتم عن رغبتكم في استمرار الحراك وبصريح العبارة قلت ماذا بي يستمر الحراك لمسائلة الرئيس القادم هل سيؤسس سيد علي بن فليس لديمقراطية حقيقية لم نشهدها من قبل ليسائل الشعب رئيسه يعني هل ستكرس لاستمرار الحراك أنا مش رحل نكتبها في وثيقة لكن أنا السيدة الشعبية أنا ذهب للعمق نجية ذهب للعمق الشعب أراه في الشارع لماذا لأن الحلول ما بغيتش تجي من المؤسسات لما غدوا يخرج رئيس منتخب يخرج برلمان منتخب تخرج بلديات منتخبة حقا تخرج مجال سولائية منتخبة حقا جل النقاش للدبع رح يكون في المؤسسات والشعب يظهر له أن يخرج خرجة في كل قطر قال يا رئيس بلغنا بكذا ولا حسب الرئيس أنا بالنسبة لي السيدة الشعبية تمرس يومين من طرف شعب ويغير الأغلبيات ويغير ثقته في من يشاء وبالتالي قال كيف نمنع الحراك أنا موجود في برنامج هذا على الإطلاق بالعكس أنا قلت السيدة الشعبية أؤمن بها ولولا هذا الحراك لما كنت جليسا أمامك الآن في مؤسسة عمومية هاني هنا وبالتالي أن يحاسبني الشعب وأنا إن أرد أن أكون ولي أمره كواد بل نورمال هذا طبيعي جدا وبالتالي يستمر الحراك لا حرج لي ولا قل قاتلي على الإطلاق بالنسبة لي الشعب يمارس سيادته كما يحل له في كنف الاحتراف في كنف الاستماع يعني ستسمح بمواصلة الحراك بعد توليك الرئاسة ربما ما بقي مسجل هو أنك لما كنت رئيس حكومة في 2001 كنت وافقت على توقيف التظاهر سيدة ألي بن فليس أسمعي لي مليح برك حتى الرسالة نتاعي تصل تفضل 14 جوان 2001 أنا كنت على رأس الحكومة الجزائرية كنا في حالة لتالي درجانس أنا ذاك معناها حكومتي من يوم ولادتها إلى يوم ذهبها كانت في حالة لتالي درجانس في هذا الوضع الدستوري الصلاحيات نتاع البوليس ونتاع الأمن مش بيدرس الحكومة بالمؤسسات الأمنية إذن لما طلب مني في 14 طلب من والي العاصمة بالسماحي بمظاهرتي كان الأسهل أن أقول مملوعة المظاهرة نحن في التالي درجانس نعم والصلاحيات ماش في درجة الحكومة فماذا فعلت الوالد انتاع العاصمة الذي تقدم به طلب انتاع انتاع المظاهرة خبر وزير الداخلية الذي أخبرني بهذا الطلب ماذا دلت استأنست بأراء ثلاث انتاع المصالح الأمنية الثلاث معروفة قلت لما رأيكم فيه طلب انتاع مظاهرة في العاصمة ماذا قالوا لي قالوا لي يستحسن لا توافق على المظاهرة لسببين واحد الارهاب ما انتهاش ونخشى ان يقع اختراق اختراق للمظاهرة ويحدث ما لا تحمد عقبها صدقيني وقلوا هذا في العالمية وهم يسمعوا فيها اللي يحب يسمع خالفتوا الرأي وآذنتوا ووافقتوا على المظاهرة جيوتوريزي لا معارش يجبش يقولوا بنفليس منع ذوق نحكي لك بنفليس اسمح بالمظاهرة مع اللقهاش وكانت ما تجريش المظاهرات في العاصمة وانا اول من سمح بالمظاهرة في 14 وقع ما وقعها في 14 وقعت وفات واللزوج وقعت وقع حارق موش من المتظاهرين حاشاهم من مخترقين مفسدين كسروا اجتمعنا انا اللي شمعت الحكومة في اجتماع طارق و درنا بيان مدرنش قانون كي مرام يقولوا البعض ما يعرفوش مدرتش مرسوم درنا في بيان المظاهرات في العاصمة تتوقفوا مؤقتا قلنا شهرين ثلاثة عام تتحسن الوضاع سهل وبعد سنة مشيت ولا سنة ونصف مشيت انا قدش نحكومة جيت بعدي السيدة ناجية شتت منصب حكومة من الفين وثلاثة انا رحت في الفين وثلاثة نعم وبقى حالة الحصار هذه لتالي يرجون صعفوا حتى حتى الفين وحداش الفين وثلاثة الفين وثلاثة الفين وثلاثة حتى المدة الاخيرة بشترفعت وبالتالي لما اتهم بلينا مانع الحريات كل حياتي قضيتها في الدفاع عن الحريات نعم كل حياتي قضيتها في الدفاع عن الحقوق انتع المرأة انتع الطفل انتع الناس كلها انتع القضاء انتع تسقلية القضاء انتع المحامات نعم محروف الاسرة القضائية بمواقف ذكر لأسباب سياسية لأسباب سياسوية يحلو لبعضهم أن يتهجموا علي بهذا أنا ثابت وقفة أجلية هني أعطي تلك الإجابة من يريد أن يصدقني فنهو ذلك من يريد أن يلازم ويبقى في التهم هذه الظرة بي ونتظرون على الإطلاق فله كذلك هذا من باب نريد أن نوصل أكبر قدر ممكن من التساؤلات الموجودة خارجا ويكون لنظرك وكالة الأنباء الجزائي ولكم المترشيحين أهلا بك سيد علي بن فليس دعوت إلى حكومة كفاءات وطنية وبعدها حولتها إلى حكومة الانفتاح الوطني كانت تفتح ثم انفتاح ما الفرق بينهم شوفي التعبير ربما لم يكن سليم لما قلت الانفتاح حكومة التفتح وطني ربما الانفتاح هي أكثر شمولية من التفتح لا لا الانفتاح ربما يفهم منه الليبرالية المتوحشة بتعت عن هذا قلتها مرة يعني هكذا كزلت لسان حكومة التفتح وطني هذا ما تجدونه في البرنامج التفتح وطني وما غيرتش تركيبة تركيبة حكومة متكوينة ممن ممن ساندوني من الأحزاب ومن طبقة سياسية ثانيا من الكفاءات الوطنية ما هيش متحزبها ثالثا من المجتمع المدني هذي ما غيرتش على الإطلاق إذن ربما زلت لسان جعلتني مرة وحدة قلت انفتاح والتفتح حتى لا يفهم أنني ذاهبون للليبرالية المتوحشة والدليل هو أن في شكل اعتصادي ونخليك تسأليني في الشكل الاقتصادي نعم أنا تكلمت على نموذج اقتصاد سوق اجتماعي اقتصاد سوق في حرية المبادرة حرية العمل في كل القطاعات الاقتصادية واجتماعي هذا الاقتصاد توزيع عادل للثروة الوطنية بين الفئات وبين الجهات طيب في نظر سيد علي بن فليس ما هي آليات إصلاح أداء غرفتي البرلمان التي اقتصرت طيلة الفترة الماضية على رفع الايدي والمصادقة كما يقول البعض لما تتعديل الصلاحيات البرلمان وتكون انتخابات نقية ويخرج البرلمانيون في الغرفتين بالطريقة النقية والنظيفة نعم والدين يفصل السلطات والحكومة في البرنامج تعشيبه الرئاسي اللي مقترحة هنا يا تخرج من الأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة كذلك يخرج من الأغلبية البرلمانية والصلاحيات سيدة نجي الصلاحيات انت الرئيس تقسم بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس المهورية من جهة أخرى والمعارضة يكون لها موقع معزز ومفضل البرلمانيون والبرلمانيون يصبح عندهم الحق في اقتراح القوانين وجيهم المشاريع من الحكومة هم يقترحوا القوانين ويصبح لهم الحق في إقرار لجان البرلمانية للتحقيق الموجود ولكن سوريا والبرلمانيون ينزعون الثقة من الحكومة ويسقطونها بالإمكانية وثالثا ولا رابعا البرلمانيون يسائلون الحكومة في النظام يوما تأتي الحكومة برمتها برئيسها أمام البرلمان وهل يساءل الرئيس في تعيين رئيس الحكومة هل هل يساءل الرئيس في تعيين رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة يخرج من الأغلبية البرلمانية تلقائيين والرئيس ما يبقى له إلا تعيينه لأنه خارج من الأغلبية البرلمانية تكلم عن رئيس الحكومة رئيس الحكومة ينبثق ويخرج من الأغلبية البرلمانية الرئيس له الحق في حل البرلمان والبرلمان له الحق في إسقاط الحكومة هل حل البرلمان وارد؟ بالنسبة لكم أنا بالنسبة إليها راح أول حاجة نديرها إذا انتخبت راح نجمع الطبقة السياسية معارضة للانتخابات ومشاركة للانتخابات ونتكلم معهم على قانون الانتخابات يعدوا بالتوافق وعلى قانون السلطة وعلى قانون العزاب ويتحلل البرلمان بطبيعة الحال هكذا هذا من القرارات الموجودة عندي حكومة تفتح وطني دوستور جديد بالنظام شبه الرئاسي حل البرلمان يلاقيه طيب سيد علي بن فليس هل ترى أن الظرف ملائم لحل البرلمان يعني ألا توجد أمور في الشأن السياسي استعجالية أخرى أكثر أهمية من حل البرلمان أنا ما أقول حل البرلمان يتحل في عشر يام أنا قلت نجمع طبقة سياسية ونعد هذه المشاريع ونذهب إلى حل البرلمان يعني الشعب الرئيس اللي عنده شرعية لازم تقابله شرعية برلمانية أيضا من مثل الشعب أنا ما نيش هفتح خصومة مع نايب ولا مع مؤسسة أنا ماشي لإصلاح نظام سياسي والإيتيان بالجديد والجديد لا يمكن الإيتيان به إلا بالأسالي بالجديد وبالعمل الجديد طيب كيف ستؤسس لبرلمان يعني لأن يكون البرلمان الجديد ليس كالبرلمانات السابقة راح نعدل قانون الانتخابات بما يخدم أكثر لمستقية الانتخابات نعم راح نعدل القانون تع السلطة هدية ونجد نقويها أكثر وكيف نبعد كل ما من شأنه أن يسيئ لمستقية الانتخابات وراح نأسس لي قانون جديد للأحزاب يعطي قدرة وقوة ويمنع الإدارة ويمنع الجهاز الإداري أو السياسي في الجزائر الحاكم أن يتدخل في شأن دقي العزاب هكذا شباب من فيتيان الوفتيات وجزء كبير من الشعب الجزائري يقول المرة هذه جا الصح المرة هذه جا الشي لخرج البلاد ويشارك الشعب بأغلبية ساحقة وهكذا تنطلق الجزائر الجديدة طيب سيد علي بن فليس قلتم أيضا أن رئيس الحكومة ينبثق عن الأغلبية البرلمانية أليس هذا التكريس لنفس المنهج أو السياسة السابقة يعني دائما تكون الهيمنة للأغلبية شوفي اللي كان في السابق في السابق ما كانتش أغلبية في السابق كانت فبرة كانت أغلبية في السابق ما كانتش ديمقراطية خارج المؤسسات داخل المؤسسات رح تكون ديمقراطية الشعب سياحيس إذا كان الشعب كرمني وشرفني مش نكون خاتم نتاو أرايح للعمق أنا منيش رح نلعب؟ أرايح للعمق رح نكرس ديمقراطية دي الشعب واللي سبعين ثمانية نسعين في مئة رح يصوت رح يعرف باللي بالانتخابات يغير في السابق النسي قطر انتخبات انت تصوتي على زيد ولا على زينب تلقى حورية في المقعد اللي ما انت ما انتخبتش عليها وزيد اللي انتخبت عليها ما ما يكونش فيه هروب وعزوف على الانتخابات أما تقول لي هيمانة الأغلبية لهيمانة الأغلبية مش تقديرها تكون أغلبية حقيقية منبثقة بشرعية صندوق اللي تهيمين مش تقدر تدير المعارضة المعارضة متقوية لأنها تدخل للإعلام الحمومي تدخل للإعلام الخاص واحد ما يقدر يذيها ولما تدخل وتقدر تعبر عن رأيها في كل قنوات وفي العالم الحمومي أغلبية اليوم ولو كانت يعني الانهارتة من الديموقراطية الحقيقية قد تكون هي أقلية الغد وأقلية اليوم في النظام النظيف والنقي قد تكون أغلبية الغد هذا هو التدول هكذا أراه في برنامجكم سيد علي بن فليس شددت على الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ما هي الصلاحيات التي يتضمنها الدستور الحالي وترى أنه يجب التخلي عنها الرئيس السابق نحا جول صلاحيات رئيس الحكومة وجهة منه وزير يؤتمر ويطبق الأوامر رئيس الحكومة ستكون له صلاحيات في التعيين مثلا كتازي دستور تراجعيه وتشوفي هذه صلاحيات رئيس الجمهورية هذه صلاحيات في التعيينات هنا كان من أصبح أوليها تعيين الحكومة تعيين السفراء تعيين 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 في الجيش ومسؤوليات دجاسان مثلا دجل دواعا مثلا تنتهي نتقليم الصلاحيات على الجمهورية الرئيس هذا السابق قال لك نسمي حتى أمنا العامين تعال البلديات ونسمي نوا بالمديرين في الوزارات ونسمي كل الناس بالتالي لما يقع الخطأ الخطيئة ويظهر تعيين غير صائب لماذا يتوجه له من الرئيس الجمهورية ما يصبحش مرجعية كنت قسمي صلاحيات من رئيس الحكومة الجمهورية لما التعيينية تكون غير صائبة من رئيس الحكومة الرئيس المرئي يقدر يصلح وبالتالي تجميع السلطات في التعيين من شأنه أن يخلق المفسدة في التسير ويفسد الحاكمة كين المجال وأن يعين رئيس الحكومة وكين المجالات وأن يعين رئيس الجمهورية هذه مضحة ثم لما رئيس الحكومة يصبح مأمور دائما كوازير كيفش تعرف كين أغلبية وكين أقلية من يبني من يبني الدولة لفيها تجميع الصلاحيات بين أيدي رئيس المرئي هذا يقضي على الأقلية ويقضي على الديمقراطية ويقضي على كل شيء وبالتالي أقلية تعارض ولها كل مجالات كيف تعارض بكل الصلاحيات وبكل ضبانات وأغلبية تحكم وكذلك تقدر تولي أقلية بسبب سوء حكامتها هاو كيف نشوف طيب سيد علي بن فليس كيف ستتعامل مع تلك حكومة بدوي فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تم التعجيل بالمصادقة عليها أنا عندي رأي في هذا الموضوع وقلت يعني هذه حكومة صرف أعمال ليس من حقها أن تفرضها الشعب الجزائري قوانين بهذه العجلة وبهذه السرعة خاصة وأنه لما يصدقوا على قانون اليوم باش بداية تطبق تقريبا عام النصوص بقيها إلى آخر إذن الله داعي لمثل هذا التسرع الذي لا يخدم المصلحة الوطنية لكن كيف نتعامل معها السؤال تأكد أنا عندي فرد كتاب ما فيه تغير هو القرآن هذا ما قدش ونغيره أما خرج قانون اليوم وجرأ شي جديد ما يمنعه أن يغيره أن يحسنه ولا أن ينحيه الآخرة وبالتالي ما عندي حتى حارج فيها القضية هذه أتعامل سوفهم ليه التعامل مع هذه الوضعيات لازم أن يتعامل كراجل الدولة ويش قال الأخرين داروا قانون نجينا نحيه بس كداروه الأخرين إذا فيه صالح يبقى يبقى عليه إذا كان فيه شي موش يتنحى يقدر يتنحى كلية ولا يحسن ولا يتنحى جزئي للأقل أنا ما أنت عمل شكي عاد نتجر القانون جيتنا نحيه طيب في رأيك لماذا تم التعجيل بتمريرها هل الوضع كان مناسب للقيام بذلك يعني هل كانت بنية استمرارية وتكريس نظام الحالي ووضع الرئيس المقبل أمام حتمية السير في نفس الاتجاه كما يرى البعض في الوقت أنه مطالب الحراك يعني يطالبون بقاطعة مطلقة مع النظام ورافذ لكل ما يزدر عن الحكومة الحالية أنا بيقول لي صراحة والله ما عندي سر انتعل إيه سرع والتسرع في هذه القوانين يعني وش هو الدوافع لكن أنا أنا عاملي هام صدره وقال وزوج وثلاث قوان نصدره هل ما شئي اللي بيناه بالنظام الديموقراطي النظام الديموقراطيس سيقرر ما سير للقوانين هذو كل القوانين المجتمع الجزائري في حاجة إلى تلبية أراغبات الشعب إن انتخبنا برلمانا حقيقيا يعني شرعي بشرعية تامة ورئيس بشرعية تامة الشعب يعبر رأيه في الأحزاب يعبر رأيه في المجتمع المدني يعبر رأيه في المظاهرات وبما أن النواب يخرجوا من الإرادة الشعبية من طموحات الشعب اللي لازم تغيره يتغير بيسي المياه وتناقش المسائل في المؤسسات وتفرق كل هالقضية قضية أنا منش ما أعتبر للخطورة في هالقضية أنا ما أعتبر باللي بناء الدولة الديموقراطية هو الأساس ديموقراطية كنت منها أساسيين بالدولة الديموقراطية الاقتصاد يتبنى على أساس طموحات الشعب والحكومة تكون على حساب طموحات الشعب والمليفات الكبرى على حساب طموحات الشعب وترجع السكينة وترجع الطمو منها التمأنينة لقلوب الناس تحدثت عن برنامج استعجالي كم يستغرق هذا البرنامج لتطبيقه نسمتها عهدة الاستعجال الوطني في الخمس سنوات نتعى العهدة نقضيه على كل الأشياء اللي ممكن القضاء عليها وهي مذكورة في الاسمه نبني دولة المؤسسات رئيس رمان نضف شرعية على كل المؤسسات التي شرعيتها تأتي بالانتخاب ثم لها دالة ستة شمتي هذا مليف كبير أنا ولدها الدار ولدها البيت وبالتالي نؤسس لعادلة حقيقية تنظف نفسها من داخلها وتنظف قوانينها ونجسد بالقوانين حماية القاضي وحرية القاضي وسيقية القاضي الذي يصبح لا يخضعه إلا لأمر الاثنين للقانون ولضبيره هكذا تفرح الإعلام مؤسسة جليلة قوية من شأنها أن تصلح الأوضاع إذا نحن لها الوصائية الفاسدة هل ستؤسس لإعلام لعهد جديد في مجال الإعلام العمومي هذا يشوفي من أساسياتي الإعلام أنا حطه تتبانع حرية التعبير وحرية الإعلام لم يعطوا حرية الإعلام لم يعطوا وهاش يتمتعوا بها الإعلاميين فقط لخدمة صالحين عام يسمى إعلام الشعب وكيف يمكن للصحافة أن يعلم الشعب هو محروما من مصادر البعلومة في حال أصبحتم رئيسا هل تقبل لوسائل الإعلام العمومية أن تنتقدكم وأنتم رئيس وكيف لا أنا إن كنت رئيسا سأحررها وأنا أعرف ما يوجد بالإعلام العمومي من قدرات لنساء ورجال يحبون هذا الوطن حبا جما كما يحبوها الآخرون لكن أنا نعطي النفس الجديد رئيس الجمهورية وشي منعه وشي يروح للتليفزيون العمومي ولا يجي لاب ياسكي ما يجدل يجي معروض ويعطي عادة نجم أن يتكلم في رئيس الجمهورية لكن أن يتتم دعوته من طرف قناة خاصة أو قناة عمومية ويمشي في البنتر أنا قابل هذا اللبس وأعتزبه قابل للانتقاد سيد علي بن فليس قابل للانتقاد نعم هذا لي ينتقدوا رئيس الجمهورية قاعدين يسهلوا في المهمة نتعو في التعيينات ينتقدوه في القرارات نتعو بش يصلح أخطاءه وإن وقعت أخطاء كذلك نعم قابل قلت سيد علي بن فليس أنك ستعمل على التوزيع العادل للثروة هل لديك معايير لتطبق التوزيع العادل الثروة الآن في النظام هذا اللي نعو سيد توزيع كيف بموش بالعادل على الجيهات شوف الجنوب الجزائري شوف الولايات المحرومة فيه توزيع غير عادل للثروة الوطنية على الجيهات وفيه توزيع غير عادل للثروة الوطنية هالفئات نعم اللي ما عندهمش لحد الأدنى للأجور ما عندهمش مرتبة خلاص واللي عندهم لحد الأدنى للأجور هو ما يعيش والطبقة اللي كانت نسميها متوسطة اللي صبحت هالشة حتى هي والفئات المتضررة من أصحاب الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين اللي تقاعد انتهم كان كذا وصبح لا شيء الآن كل شيء هذا والدعم اللي رأى مخصص نوعا مالي الجميع في بعض المواد واللي حقه ينتافع منه غير الضعيف والفقير والمحتاج ويدي جزء منه الغني وذو المال إذن أنا نقول لك التوزيع تعاصل الوطنية موش بالعادل بالاسمال الجهات وبالتالي أنا أفتح كل هذه الملفات ولا أعيد قال للفئة الفلانية نعطي الهطاء ولا اللوكاسيون ديفيزن من فيهطاء أنا مانيش من هذا النوع هذا أنا شخصيا أفتح الملفات وأطلع على ما هو موجود داخل البيت وأشرك الجميع في إيجاد الحلول وأحاور الجميع في مجل الحلول ونعطي الثقة للناس ليقترحوا علينا ونسمعونهم ويسمعوننا ونمشي رويدا رويدا للحلول الحقيقية التي تخرج الجزائر مما هي عليه إلى ما هو أحسن المتفق عليه سيد علي بن فليس أن الوضع الاقتصادي الراهن صعب جدا وقلت أنك لا تكذب على الشعب ولا تملك خاتم سليمان البرنامج الاقتصادي الذي تحدث عنه البرنامج الاستعجالي هو استعجالي حقيقة لكن فعليا يحتاج إلى سنوات للتطبيق كيف سيمكنك إخراج الجزائر من عنق الزجاجة على الأقل في سنة 2020 صرف المال العامنا بالنسبة لي يخضع لرقابة لا نقاشة ولا اجدال فيها ما كيش اللعب المال لعب وكالميزانية تحت سير أراجع الميزانية تحت سير تحت سير تحت دولة الجزائرية من الممكن جدا وهذا أتعاهد بهما مشاب الجزائري أن أخفض ميزانية تحت سير فيه مصاريف وتبذير وفسد سيارات وعشوات وجولات وكذا وكذا فيه هل ستشمل أجور للوزراء والإطارات تكلمت على الأجور تكلمت شوفي الميزانية تحت سير فيها من المصاريف تحت تبذير لتراندفيد لطا هذا من ممكن تخفضيه بسرعة وتربحي 20% فيه حاجة أخرى الضريبة نعم الآن يدخل منها 20% نعم 80% ما تدخلش أنا مش مش نظلم التجار الصغار فيه طبقة من كبار المال والمربوح بصفة بصفة خاصة بطريقة غير مشروعة هذه مش نظرة في الضريبة نعم فيه التجارة الخارجية تقدر تخفضي هذه التجارة الخارجية فيها 30% من مال يضيع بالخيانة وبالسرقة وبالفوترة هنا نقدر نربح من 18 إلى 20 مليار سنويا دولار لما تكون رقابة حقيقية ولما تكون رقمنة للاقتصاد ديزائري الرقمنة ستجعل من الشفافية راقيب جديد على كل ما يتحوله وكل ما يتحرك من المال ومن السلام إذا مشينا بهذه الحكامة نعم ومشينا بهذه الرقابة القبلية والبعدية لصرف المال العام مجلس محاسبة محرر رقابة مالية قبل طبع قبلية هذه زائد التخفيض في التراند في دليتا والتخفيض في التهريب هذا المونوبول تلكومرسيكستيريور اللي رحجها الشعب الجزائري سيثيق سيصبر وسيقبل وإذا كان رئيس الجمهورية بدأ بنفسه في رئيس الجمهورية ويقلص في المصاريف هذه الزائدة ويجبر الحكومة باش تنقص في المصاريف الزائدة ويجبر المؤسسات الأخرى تمشي في الطريق نتعوه الشعبي يشاهد وراقب قال المرة هذه بدأوا بنفسه وبالتالي احنا ما وصلوش منا يقولون نظيروا السنتونة تعكم وهما مخلين الواحم في البذخ وفي الفساد الشعب يتبع ما لا هذه عنوانها القدوات الحسنة إن كانت قدوة حسنة في الرأس وكانت في المتوسط وكانت في الولاة وكانت في البذلديات وكانت في الدوائر والشعب يرى بأم عينه والمعلم يرى وهو محروم حتى من أبسط حقوقه والفرم لي هذا يرى بأم عينه وهو محروم من حقوقه والمواطن العادي يشوف والمرأة المكثة في البيت مسمعي هذا ألا تعملوا عشر أو اثنى عشر ساعة في النهار مقارنة بالمرأة اللي راي تشتغل وهي قيلة بالنسبة للمرأة المثقفة أنا نقول لابد بميحة للمرأة المكثة في البيت لأنها يتسال للمرأة هذه المكثة في البيت يتسال في البيت وتسال في الغاز وتصال في الثروات الوطنية ما يمدية ولا منها وبالتالي أنا نقول تكون علاوة للمرأة المكثة في البيت هكذا يكتمل العدل داخل المجتمع الكسور والناس الغاضبين والكارهين والهاربين في الحلقة من وطنهم والمعلمين والأساتذة المحرومين من حقوقهم والأطباء اللي هم محرومين هذا كله يشوفه بالكاين الجديد الجديد ويجمع ولا يفرق ويقرب المحبة بالناس بالنسي والذكوري بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار وبين كل المجتمع وبين الفئات كي نشوف هنا يا مقاومين ونشوف غارد كومينو ونشوف متقاعد الجيش ونشوف المتقاعدين صفة عامة والتقاعد نتح مضائل والله لن أخذوه بالاعتبار المصالة الانتهم هذا يجيب الكسور ويجيب القنوط ويجيب الكراهية بالناس وبالتالي هذه كلها لما تحلم الفات بصدق وصداقة ومحبة ترجع تمامنا لقلوب الناس إن شاء الله تحل كل المشاكل سيد علي بن فليس ننتقل إلى ملف ربما هو محبب إليك وهو العدالة جرت منذ أيام أو حاليا لازلت تجرى محاكمات وصفت بالتاريخية هل يضمن سيد علي بن فليس الرئيس استمرار هذا المسار؟ هنا نضمن أكثر من هذا شوفي بالنسبة لي المال العام وقدس لا رحمة ولا شفاقة في كل من يمس وضرب المال العام أنا من نشوف رئيس الجمهورية يلقى أحكام قضائية صادرة وأصبحت نهائية ويجي يقول بعنوان العفو الرئيسي يعفو عن من أفسدوا الحرثة والنسلة حق هذا حق العفو لا سيق بين رئيس الجمهورية لا يكون دراجة ثالثة في التقاضي حق الإعفاء هذا العفو لمربوط بلاسيق برئيس الجمهورية لا يكون دراجة ثالثة في التقاضي لكسر الأحكام القضائية من يمس بالمال العام يعاقب بشدة ويرجع المال العام سأبقي وسأجعل من القوانين الجزائرية قوانين رادعة وأحمي العدالة حتى تكون قثية بعدم السماح بالمساس بالمال العام وعدم التراجع عن الأحكام الصادرة باسم الشعب الجزائري حماية للشعب الجزائري طيب ماذا عن استقلالية القضاء سيد علي بن فليسكي فستكرس لاستقلالية القضاء وأنت ابن القطاع ولا كديراية ربما بخباياه الاستقلالية عن القضاء مش إنسان يدير وش يحب استقلالية عن القضاء هي واللقوضات نزهة نعم القياة نظاف قادرين محترمين يتحموا في المهم من تحمد حماية الدولة من تحمد نطق بأحكام باسم الشعب الجزائري والحاسيب الراقيب الوحيد الضمير عن القضاء والقانون أما أننا تراخة ولا نسمح بالاعتداء على أموال الشعب ولا على ممتلكات الشعب ولا حرية الشعب ما يتقبلش نظمنا للقضاء ما يخدموا مصلحة الاستقلالية عن القضاء هذا بقانون الأساسي للقضاء يتنحى وزير العدل من المساعدة للقضاء يبقى الرئيس رئيس المساعدة للقضاء والرئيس الفعلي اليومي ليرأس الجلسات هو الرئيس الأول للمحكمة العلية وأغلبيا تعقوضات المنتخبين في هذا المساعدة للقضاء بهذا نظم الاستقلالية واندعم المهنة عن المحامات كذلك باش تكون مهنة قوية والمحامي يكون كذلك شريك في العمل القضائي واندعم كل المهن القضائية بالتفصيل تجدين هذا في البرنامج بالتفصيل للوقت الباب من يسبش هذا من الفات كما قلت المحبوبة عندي نعم سيد علي بن فليس هنا أشرت إلى أن رئيس المجلس أعلى القضاء يبقى دائما هو رئيس الجمهورية ألا ترى أن هذه من بين الصلاحيات التي يجب التخلي عنها ربما لإثبات أو لتكريس لإثبات نية التغيير والاستقلالية الحقيقية للقضاء المجلس القضاء هم قضاء نعم وعددهم أغلبية ساحقة في المجلس على القضاء منتخبون الرئيس أو ما يرأس المجلس على القضاء اللي راح يجتمع أسابيع وأسابيع الرئيس يفتح الجلسة فقط وبعده ليكون رئيس فعلي يومي تعبس القضاء هو الرئيس الأول للمحكمة العليا وبالتالي أغلبية ساحقة من القضاء تبقى الرمزية للرئيس الرئيس الجمهورية في فتح جلسة والله تكليف الرئيس الأول اللي هو إلى آخره تبقى رمزية القاضية الأول في البلاد مش القاضية اللي راح يكتم بالحكم والله يصدر الحكم ولا يامر بالحكم خطأا المعرض اللي كان في السابق الرئيس يفتح الجلسة شرافين كما كنت نقول لك نعم لكن وزر العدل عوضه في المسأل القضاء هو عوضه من السلطة التنفيذية وهو الذي يرأس وهو الذي يجبر وهو الذي المسار الوظيفي للقاضي يصبح من صراحية المسجل على القضاء لا من صراحية وزر العدل والهيئة التأديبية الخاصة بالتأديب للقضاء هي متكودة من القضاء هو مرؤوسة من الرئيس الأول في المحكمة العليا يعني لا يظلم أحد بهئة بهذه التشكيلة التي كنت أوضحها منذ حين طيب ننتقل إلى آخر محور وهو حول سياسة الخارجية سيد علي بن فليس هل ستحافظ الجزائر على توجهاتها الدبلوماسية لو انتخبتم رئيسا يعني هل يبقى مرتبط بالرئيس فقط أم ستلجأ الجزائر إلى إعادة انتشار دبلوماسي على كل الأسعادة اقتصادي سياسي ثقافي وبرلماني للقضاء على شخصنة الدبلوماسية كما سميتها انت سميتها الشخصنة وتلقيها في ما قلته في العشرية الأخيرة تمت شخصنة الدبلوماسية الجزائرية وأصبحت علاقة الجزائر مبنية على شخصنة الدبلوماسية وشخصنة الدبلوماسية هذه الرئيس يتعامل مع الدول وأصبحت علاقة الشخص مع الدول ما أؤمنوا به هو الندية في العلاقات الدولة الجزائرية مع الدول الأخرى وبالتالي إحنا السياسة الخارجية تعناه والديبروماسية من الجزائر من الاستقلال هذه نبتت وازدادت من الديبروماسية تعثرتها سيادة الشعوب سيادة الدول مساواة كل الدول فيما بينها في العالم البحث عن السلم العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية النظام هذا لسقطه الشعب نظام العصابة أراد لديبروماسية أن تشخصن في شخص وأن يفعله بالجزائر ما يريد لصالحه وليصالح العصابة أما أنا أرى أن الرئيس يمثل الشعب الجزائري ومثل الدول الجزائرية علاقتنا مع كل دول علاقة طيبة لكن تفهم هذه الدول أن الجزائر الدول مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها هكذا أرى الأمور بطبع حال هذا لا يمنع أن نضيف الدبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية التالي المجتمع المدني كل ذلك تحت تصور شامل يقوده رئيس الجمهورية لأن الصلاحية السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية إلى خيره والديبلوماسية مربوطة كذلك بالأمن بالأمن طال الوطن أخر سؤال سيد علي بن فليس كيف ترد على من قالوا أن برامج قالوا أن برامج المترشحين مستنسخة واستعجلوا في تقديم حزمة من الحلول المتشابهة لمشكلات ركود الاقتصاد وإنهاء التهميش والفقر والبطالة؟ اللي يقول هكذا بعنوان حرية التعبير يقول ما يشعب أنا ما جيتش في عشر أيام كتبت برنامج أنا شايف وضع جزائري موزري صعب سياسي نفس الشي بالإقتصاد نفس الشي بالإقتصاد أنا قريت كل البرامج قراء ينتعي فيه تصورات فيه مقتلحات أنا ما قلتش في عشر أيام كل شي فرع أمري ما قلتها لا بس صوت ننتعي ولا في اللي شي مكتب ننتعي أنا قلت كان أزمة قائمة صعبة وخاطرة وتقدر تهزبكيان الدولة بالصح كان شي آخر كان شباب كان مثقفين كان شعب حي وكان الثالثة كان إمكانيات طائلة وغائلة تخرجنا من الفقري ومن الحرمان ومن العوز بالصح بالصدق بالصراحة بانتقاء الأخيار من جزائر لقيادتها بإعطاء المسئولية لشبابها ورني منيش يقول فيه في خطاب في خطاب انتخابات رني نقول لك يوجد لدي الشباب الجزائري هذا المثقف بجميع العنوين أعطيه المسئولية ومن الأشياء الأولى اللي نديرها في قانون الانتخابات وقلص النقص من العمر باش الإنسان يكون عوضوا في البلدية ولا في المنزل الولائي ولا في المنزل الشعب الوطني ولا حتى كرئيس الجمهورية هذا اللي قال لك يجب أن تسنع العمر الفولاني باش ترجع هذا كل نقصها نقص فيها باش نعطيه فرصة للشباب والشباب له الآن الشباب انتعليهم من حقرشنا الشباب تعبيدية الاستقلال تعجيلي لكن الشباب انتعليهم رهوا بالدكتورات رهوا بلي ماستع فيه كفاءة فيه كفاءة هائلة وبالتالي علينا بعدهم بحكم السن نقص في الأعمار عامين ثلاثة في كل شرط لي رهوا مشروط حتى يجي زحف كبير متع الشباب ويحلوا المشاكلتها الجزيرة شكرا جزيلا لك سيد علي بن فليس نختم معاك بسؤال حول كتابة مذكرات في المصار السياسي هل سيد علي بن فليس أو لكانية في ذلك نعم أنا كان شيء كتبته بعد وراه مدون ومخبي قابل للنشر ما وش قابل للنشر الآن نعم ندون في تواريخ ندون في أشياء أنا عندي مسار نتح قاطي نكتب على هل تجربتي؟ عندي مسار تاناقيم محامين نكتب عندي مسار تاناقيم محامين عندي مسار تاناقيم مؤسس لربط حقوق الإنسان نعم عندي مسار لوزير عدل في ثلاث حكومات عندي مسار كنائب عام في أكبر مجلس قضائي في الجزائر عندي مسار تعوكل جمهورية وكل مجال له تدوين خاصة نا نا عنده تدوين وتدوين تجوز أبعد وعندي مسار في سياسة وعندي مسار في بثال في العمل السياسي كمين عام تالا فلان كعرضو مكتب سياسي تالا فلان وانا شفت عدلة الليل وشفت المظالم نعم وانا عندي مسار كرئيس حكومة التجربة هذه تأكل نشرحها يستفيد منها اللي يحب يستفيد ويقرها اللي يحب يقرها هكذا وهذه مساهمة آخيرة يديرها الإنسان قبل مغادرة الفانية لذهابي دائما طيب فيهنية أيضا لكتابة مذكرة حول الساعات الأخيرة قبل استقالتكم من الحكومة كل كل شي سيدون يدون كل شي نعم أنا حياتي العائلية وحياتي السياسية وحياتي المهنية كلها شفافية ما عنديش حياتين واحدة مدرقة وعدة بينها كلها شفافية شكرا جزيلا لك سيد علي بن فليس على تلبية الدعوة أنا كنت مصرور بهذا اللقاء الطيب شكرا لك شكرا جزيلا لك مشاهدين شكرا لكم على المتابعة فقط للتذكير أنه وكلة الأنباء الجزائرية وجهت دعوة رسمية لكل المترشيحين منذ بداية الحملة لكن سيد علي بن فليس هو من لبى الدعوة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة